بالحقيقة خبراء الشريعة وفقهاء القانون يأتون على فقرتين فقط من المادة اثنين من الدستور المتعلقة بأن الإسلام دين الدولة الرسمي ولا يجوز سن قانون وهو مصدر أساس التشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية هذه تتعلق بفقهاء الشريعة فقط هذه الفقرة كما أن فقهاء القانون بالفقرة الثانية التي تقول إذا تعارض مع مبادئ الديمقراطية وكما هو معروف أن الدستور العراقي تكون من ديباجة و144 مادة لا علاقة للفقهاء بها ولا لخبراء الشريعة فنحن نجيب أربع نفرات سيعتبرون بمثابة القضاة في الرواتب والامتيازات والحقوق ويبتدح حقوقهم 12 سنة على مود هالفقرتين هذني أحكام وثوابت الشريعة الإسلامية والديمقراطية في حين أن النص يتكلم مع مجلس النواب يخاطب مجلس النواب يقولهم لا يسن لا يجوز سن يعني لا يشرع قانون المخاطب هو مجلس النواب فبأساس التشريع ينطلق من مجلس الوزراء يعني 35 وزير ما يعرفون هذا المشروع القانون الذي هم أعدوا يخالف ثوابت الإسلام ويخالف مبادئ الديمقراطية ومن ثم يرحل إلى مجلس النواب الذي عدد 329 نائب أيضا لا يعرفون أن هذا مشروع القانون يتقاطع مع ثوابت الإسلام أو يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وإذا يحتج البعض يقول هذه المادة يقول ثانيا لأنه أولا يقول تتكون المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة إداريا وماليا ولكن تأتي الفقرة ثانية لكي تقول تتكون المحكمة الاتحادية من عدد من القضاءات وخبراء في الشريعة وفقهاء في القانون طيب ما هي مادة سبقتها تقول تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد طيب ليش أنتم شرعتوا بس مجلس النواب وأخفيتوا مجلس النواب مجلس الاتحاد هذه الحجج حقيقة هذه الحجج غير مقبولة والقضاء سلطة القضاء سلطة يجب أن لا يجلس إلى جانب السلطة فقهاء القانون وخبراء الشريعة مع كل الاحترام لهم ونحن ليس بحاجة لهم بحاجة إلى خبرتهم والخبير تحتاج المحاكم في المحاكم المدنية وفي المحاكم الشرعية نعم لكن أن يكون عضوا في المحكمة الاتحادية فهذا خطأ فاحش مجلس الاتحادية ترجمة نانسي قنقر